موسيقى نتحدث اليوم عن ثورة جديدة في عالم زراعة الشعر روبوت يعمل بإشراف طبيب مختص الروبوت يتيح تصميم الشعر المزروح بالتنسيق مع مريض الصلع قبل البدء بالإجراء كما يساهم في تفادي أي إحداث أي ندبات تترافق مع عملية الزرع والتي قد تحدث أثناء الجراحة التقليدية وعودة سريعة لممارسة الحياة الطبيعية بعد انتهاء الجلسة مباشرة فللمزيد عن هذه التقنية الجديدة ينضم إلينا في الاستوديو الدكتور داني تومة اختصاصي أمراض وجراحة جلدية صباح الخير يا دكتور صباح النور زراعة شعر بالروبوت يمكن جديد الفكرة شوية لكن مغاك تعرفنا أكثر عن آلية عمل هذه الزراعة عن طريق الروبوت طبعا الشعر بالرأس هو تاج الرأس وهمية الشعر وكسافته مش بس تجميلية بس هي طبعا تأثر على السئة بالنفس عند الشباب كتير حلوا المشكلة بحلاقة الرأس بس في كتير ناس ما بيلبق لهم الحلاقة وطبعا في النساء تقنيات زراعة الشعر مش جديدة زراعة الشعر عمره 40-50 سنة والتقنيات انتقلت من الجراحة إلى استقصال شعرات شعر شعر هل إجراء دقيق جدا بيستلزم مهارة جدا سنوات عديدة من الاختصاص والتمرين وطبعا استقصال الشعيرات كتير مهم حتى يطلعوا شعيرات سليمين حتى يرجعوا ينجح نموهم على الرأس الروبوت صار له تطبيقات عديدة بكل المجالات الصناعية طبعا من الطبيعة أنه يكون صار فيه له تطبيق بعملية دقيقة مثل زراعة الشعر حيث التقنية بتستلزم دقة وقت تنسيق بين العين واليد وتؤدي إلى تعب إذا ما قلنا ملل مع الوقت لذلك عمليات زراعة الشعر اليدوية التي نستعمل فيها الـ FUE بدون الجراحة لا يمكن أن نحصل على عدد كتير كبير أو نوعية عالية جدا من الزراعة وهون دور الروبوت الروبوت بيسمح لنا نعمل تصميم الزراعة مثل ما تفضلتوا وبيعمل تنفيذ لها الزراعة مثل ما عم نشوف هون الروبوت بيسمح لنا نشيل هالشعيرات بشكل دقيق جدا كاميريات الروبوت عم تدرس كيف الشعرة والأنجل تبعها وتسحب هالشعرة بأصغر بانش ممكن حتى مكان الاستقصال يكون كتير كتير صغير الشعرات عم تطلع سليمة تقريبا 100% بيرجع الروبوت بيسمح لنا نعمل هالسكوب بالمنطقة الزراع بشكل كتير مهم هون عم نشوف الاستقصال بشكل كتير دقيق طبعا الروبوت عم يسمح لنا نشيل بصيلات بعتد كتير أكبر مما ممكن نقدر نعمله بيوم واحد بالطريقة اليومية نحن نتكلم دكتور عن سرعة سرعة في التنفيذ أكثر من الطبيب عم نحكي عن دقة وهذا العامل الأهم يلي بده يؤدي لنتيجة كويسة بزراعة الشعر عم نحكي بسرعة وعم نحكي بعدد طبعا هالروبوت عم ينفذ التصميم يلي عامله الطبيب المختص يلي لازم يكون عنده الخبرة والطبيب هو طبعا عم يحضر المريض من جهة التصميم من جهة البنج المخدر الموضعي من جهة الإشراف على العملية الكاملة والروبوت محل محل الإنسان هون الروبوت عطانا إيد تانية وعين تالتة حتى نقدر ننفس بشكل أحسن وأداء وناخد هذه العملية من إجراء جميل جدا لإجراء صار رائع والنتقش عم تكون جدا حلوة مش بس من الكمية بس نوعية البصيلات اللي عم تنزرع حتى عم نعطي النتيجة تكون كتير حلوة عم نعطي إعداد كتير كبيرة بجلسة وحدة هذا الشيء ما كان كتير ممكن قبل الروبوت جميل طيب دكتور تحدثت عن النتائج إيش الفرق في النتيجة بين الجراحة العادية وبين جراحة الروبوت النتيجة النهائية هي تقريبا ما رح نقول نفسها بس كعدد وكنوعية الشعر طبعا وقت نشيل الشريحة عم نقطع هالبصيلات تحت المجهر والبصيلات عم تطلع بشكل سليم 100% الروبوت سمح لنا أنه نشيل هالاستقصال كمان بشكل سليم 100% يلي هو أصعب استقصالهم بالطريقة اليدوية وممكن يصير فيه تقطيع لهالبصيلات وقت اللي عم تنشال على اليد والعين المجردة طبعا مع المهارة ومع الوقت والخبرة هالنسبة التقطيع بتخف كتير يمكن حدود العشرة بالمية بس مع الروبوت عم تكون تحت الاتنين أو الواحد بالمية اللي هو حدث كتير مهم جميل أنت ذكرت دكتور أنه فيه تطور في موضوع المهارة والسرعة يعني المعروف أنه الزراعة بالشعر أو باستخدام الروبوت تقريبا لها ثلاثة سنين من بدايتها الآن يمكن أحدث أو أجدد أو الأقرب يمكن في العالم العربي نتكلم عن لبنان هي اللي الآن بدأت في موضوع الزراعة بها فيه تطور في موضوع زراعة الشعر خلال الثلاثة سنين هذه اللي راحت طبعا الروبوت حتى الروبوت صار فيه تطور فيه الروبوت أول ما طلع أول موضوع كان بس يسمح لنا أنه نشيل البصائلات اليوم الروبوت عم يسمح لنا كمان نعمل هالسكوب وأهمية هالسكوب كتير بحيث أنه بيسمح لنا نقرب على الشعيرات الموجودة مؤلمة تحت مخدر موضعي أبدا بس السكوب اللي عم تنعمل عم تقدر تكون كتير قريبة من البصائلات الموجودة بدون ما تجرحها أو تروح منها وهذا شغل كتير مهم نحن وقتل عم نزرع في كتير ناس عندهم شعر خاصة عند النساء أو عند الرجال يلي ما صار عندهم صلحة كامل وقتل عم نعمل الثكوب ممكن يكون فيه نسبة صغيرة منهم الشعيرات تنجرح معنا بس مع الروبوت عم يسمح لنا نعمل هالسكوب بين الشعيرات بشكل كتير دقيق وشكل عدد كتير كبير بدون ما نأسرع هالسكوب عسر يا دكتور بس بالنسبة للناس اللي حابين اللي بيتفرجوا علينا وبيشاهدونا وحابين يعرفوا أكثر معلومات الأسئلة اللي بيسألها المريض عادة اللي هي متى النتيجة نهائية؟ ما نسبة سقوط الشعر بعد ما النتيجة نهائية عادة ستة إلى تسعة شهور متل ما تفضل فيزل بالأول الانتفاخ اللي عادة منشوفه بالإجراءات العادية كتير 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 آل في كتير ناس عم يقدروا يرجعوا لشغلهم تاني أو تالت يوم بعض الإجراء الألم صار تقريبا مش موجود العملية شوي طويلة لأنه عم نزرع كمية كتير كبيرة لكن مثل ما قلنا النتائج كتير حلوية ممكن يسقط الشعر بعد زراعته؟ على طول في نسبة صغيرة بتسقط بس كله بيرجع بيطلع بعد وقت طيب إحنا عندنا عشرين ثاني تقريبا موضوع الكثافة كان في مشكلة في موضوع الكثافة كثافة الشعر لأنه كانت تبان مثلا الخصة لحق الشعر بعيدة متباعدة عن بعض هذا الموضوع عن حل مع الروبوت مثل ما قلنا الروبوت هون ما بيحل محل الخبرة والمهارة الطبيب واشراف الطبيب حتى تكون العملية سليمة وحلوة جميل جدا دكتور دانيتوم اختصاصي أمراض وجراحة جلدية شكرا لك لتوجدك معنا شكرا لكم